وش اللي مشى شمال مثلا هاد الناس اللي مدمين على المخضرات وعلى الكحول وعلى القمار وعلى الفساد وعلى 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 وش داك شي خلاق فيهم السلام عليكم حمد الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في موضوع جديد واحد موضوع اللي يعني في غاية اه اه اهمية امو اللي فتنتكلم معنا بحالة المواضيع ولكن ضروري ما نتكلموا عليه لانه موضوع حساس وخطير على مجتمعنا بالخصوص الاسلامي وعلى المجتمع العالمي كامل فلهذا اليحداشي وليدات صغار بلا ما يشوف هاد بلا ما يتفرج لهذا الموضوع لانه كيف قلناه موضوع شوية محرج ولكن ضروري من الكلام فيه ولكن من بعد تكلموا فيه مع ولداتكم ونبهوهم وحضروهم على هاد الآفة اللي يعني تسلطت على بالخصوص في مجتمعنا الإسلامي ولا يعني كتبان باهرة عادية ويعني ولا ما تتكلمش على هاد الناس موهم كيف اراكم غدا تفهموا الموضوع على الناس اللي غادية الشمال على الخواتم اراكم عارفين موهم لحساب فراتكم بلا ما نوضحوا كيف قلنا هاد الآفة يعني تسلطت في هاد الوقت ولا كيف قلنا ما تتكلمش على هاد الناس حقوقهم من حقهم والهرمونات وهادي وشي تخربيق وشي ما فهمش ان الانسان يعني كيفاش الانسان خلقوا الله هكا وتتحول هكا وش اللي يمشى شمال مثلا هاد الناس اللي مدمين على المخضرات وعلى الكحول وعلى القمار وعلى الفساد وعلى 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 وش ذاك شي خلاق فيهم وش ذاك شي فيهم لا تبعوا هواهم وتبعوا الشيطان وش ذاك شي فيهم فلاهذا مشاو وعلى ذاك العادل شنو خلاقت فيهم هم ؟ هورمونات فيهم هاي اللي تخلي الانسان يمشي يقمر ولا يمشي يفسده ولا يمشي يدخل المخضرات ولا يمشي يسكره ولا المهم كلها وبليته لا الانسان تتبع هواه وتتبع الشيطان وتقول لله انا ما عندي قريبا نوضح في هذا الشي المهم هاد الموضوع كيف قلنا يعني وعلى منتاشر باكترا وبالخصوص انتم كنتشوفوا في الدور الانجليزي يعني الرايات ذاك الناس امشي كنتشوفوا في الشارة عميد الفريق امشي كنتشوفوا امشي كنتش تقلقت فوق الكنائس تقلقت في مراكز الشرطة يعني ذاك العالم ما في اليوم العالمي وردوا لهم يوم عالمي ما فهمتش انا هاد الناس لماذا رب يخلق ذكر وانتا ونحن نقول ذكر وذكر وانتا وانتا اجي حتى حتى غير مدينة خاوية حتى غير مياد هاد الناس مية من هادو مية من هادو وخليهم ارى ما نكتبش عليك ارى من بعد خمسين سنة ارى ما تلقى اتا وحد تدك المدينة لان كيف قلنا رب يخلق ذكر وانتا المهم على حسب كيفاش غنتكلم على هذا الموضوع وهو كيف كان عرفه اللاعب الاستورة المصري محمد ابو تليكا يعني كيف كان عرفه معلق في الاداعة الرياضية بين سبورت وكان واحد النهار يعني هذي شي ايام كانت يعلق على واحد المباراة اجليزية وتكلم على هاد القادية هاد الناس اللي يعني قلت هذه الأفاق تدخل ديورنا ولادنا يشوفوا ذلك ضروري كما نفسروا لولدنا ونتكلموا معهم هذا المهم هذا الحق هذا الباطل هذا المهم قال لك كانت تفرش مع ابنته تسوي على ذلك الألوان المهم نشرح لها شنو كين يعني كيف كانت تعرفوا الدغي الصغار يعني ما تعرفوش يسولوا على هاد الحاجة ولا ضحطوه حتى ذاك الالوان اللي يديرين يعني كتجر الطفل عنده الوان الشيطاني يا سبحان الله نشوفو هاد الفيديو وشوفو هاد الجوجد الخيل سبحان الله اللي ما قدوش يديرو على ذاك الالوان اللي مرسومة في الأرض هاد الممكن كتشوفو ما يعني أرى حيوان سبحان الله ما تعرفش ذاك الشي ولكن ذاك الشي ما عندوش في الفترة دياله ما عندوش الداخل ها ما قدش هنقولو الوان ديال الله سبحانه وتعالى يعني الوان كلها خلقها الله ولكن الترتيب اللي مرتبين به ترتيب شيطاني يعني شوفو هم مبغاوش يديرو يعني ما مبغاوش يديرو فوق ذاك الشي وتالتاني شوفو كداز سبحان الله يعني عند الناس بدوتي يفرضوا عليهم هاد الشي ويقولك حقوق الإنسان وحرية الرأي احنا الرسول ديالناس اللي على الحبيب وسلم كتشتم وكيتسبا هذيك عندهم حرية الرأي معلش يعبروا على رأيهم وحقوقهم وحنا إلا ديما العكس سبحان الله ولكن اني ينصركم الله فلا غالبة لكم ما كذبش عليكم وقعت لي واحد ما ما صبتكي نسميها تخيلوا هذي شي سيمانا كنت في واحد اللي لبتت على الإنستغرام واحد الساعة هو يبن يعني صاحبة اللي لبتت دخلت عندها واحد المتحول جنسي واحد الساعة تمك من اللي لبتت يعني عطرت على هاد الشي سول ذاك المتحول شيئ أسئلة من حقه وما كذبش عليك كانوا تمكينا بدأوا تيبنوا شوال بدأت معهم يعني بحالة نقولوا فشي بحار بلاسبان بالاوالو غير البلوكاج هذا تخيلوا الإنستغرام ديالي تبلوكات هذي دا بس يمانا ببلوكاولي الإنستغرام ديالي علاش حيث يعني عرضت دوك الناس ولا دخلت معهم يعني في مشاهدات الإنستغرام ديالي لحد الساعة مازالة مبلوكية على هاد القضية يعني العالم الغربي بالخصوص كيساند هاد الناس وكيروجنهم وكيف قلنا الشيطان را مبقى بالغير غير المسلمين والمؤمنين شميلت يا حسابك راها انا ما عنده ما يدال هذي كيال الشغلة ديال المهم نرجع الابو تريكا جزاء الله خيرا ما عندك تصريح الليدار يعني الصحافة الغربية والإنجليزية والأمريكية يعني كلهم تعرضوا ضدوه وبدأوا كيطالبوا يعني باش يطردوه من الشغل دياله في البينسبورت ولكن الحمد لله كيجير رضم عند أمير قطر بأن أبو تريكا هذا الشيء اللي قالت كان ساعدوه فيه ونزيدكم على فكرة بأن أبو تريكا هو اللي غادي يلمس يعني الكورة ديال المباراة الأولى في كاس العالم هو أول واحد غادي يلمس الكورة اللي غا تلعب بها مباراة كاس العالم المباراة الأولى دفتيتاح وكذلك علين باش ما يتعلق لعالم ولا أي حاجة من هذ القبيل في كاس العالم إن شاء الله اللي غا تكون في قطر ما شغل نقول لك يعني هذ الناصرة هم تدفعوا بولادنا غيل الهوية بحالة الشيء من تشوف أنا قلت لك تذك الألوان دارينهم يعني في ألعاب الأطفال كيف قلت كي يجذبوا الدرارية الدريرة ما انت يعرفش ألوان يعني باردة بحال هكاك سبحان الله وشغل نقول لكم إخواني أخواتي كلنا أبو تريكا وكان سندوه هات الشخص الودود اللطيف الخلوق اللي ديما سند الإسلام وسند القضية الفلسطينية هات السيد يعني ما شاء الله عليه يعني هذ الناص بغين كيف قلت يعني هات الشيء بغاو يدخله فينا ماشي بالسيف ولكن فرضو علينا أنا كيف قلت لكم أراه أراه كيف كانت الدنيا شحالة ديك يعني فوقت الطفولة دينا وكنا كنسمعو وهات الشيء كان عندنا غريب ما ما كنسمعوش عليه بزاف ممكن تتكون حومة في خمسالاف ديال السكان كتلقى واحد شيء حومة وغيت يقولوا عليه ما عمارك حصلت عليه شيء حاجة ولا شفتي ولا قلت لي نذاب اشغالي نقول لك لا حولة ولا قوات الا بالله العظيم بخصوص بلادنا يعني ما فهمتش انا ما فهمتش شيء كيف قلت لي أنك ما نحس بذات الهرمونات ديالك تتقلب اش ممكن تتقلب الله يقلب لكم الرأس على الساس أنا ما يمكنش ما يمكنش إلا مدتش رأسك في شيء حاجارك ما غدش تدخل فيها والله ابن عدم كيب كان نقولوا كي بردوا كتافوا صافيته خليك راجل وخبر الكتاف خليك راجل لاش غادي تتحول والله ودو بك يتحولوا قاع في خطراء في خطراء اللي بغيتي نص ولا كل شيء ولا استغفر الله لي ولكم ما مصبت ما نقول فضل قضية سمحوا لي لقل شكل ما يعني خرج على الموضوع ونطلب من الله باش الإنسان يرد بالو من هاد المصيبة اللي يعني رأى صيبة العالم و ويتكلم مع ولداته اللي هاوي بيل هالك حل هالبيض هالحق هالبطل وش غادي نقول لكم شكرا جزيلا ما تنسونا اش دعمات القناة خليونا لايك ما عجبكمش الموضوع خليو ديس لايك خليوناش تعليق وحتى الموضوع للقصة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة